صادق مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 189 نائبا فيما عرضه 93 من النواب وكان مجلس النواب قد صادق قبيل ذلك على الجزء الثاني من هذا المشروع بموافقة 189 نائبا ومعارضة 92 نائبا ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمون اقتصادي في حدود 3.2% مع مواصلة التحكم في تضخم في أقل من 2% وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3%